سوق نخاسة الشباب طريقة احتجاج جديدة تعبيرا عن اعطاء استثمارات تجارية وتهديم المنتديات الرياضية بسبب آفة الفساد التي تنخر وتستغل المنشآت الشبابية بطرق ملتوية حتى صبحت فنادق وعمارات ها هم يقفون مكبلي الأيدي وحاملين طموحاتهم بمختلف الأصناف الرياضية تنويع طرق الاحتجاج هي طبعا فتقضية جدا خلنقول راقية وطريقة مثقفة عسى ان تصل الى المسؤول بعدة طرق اليوم طبعا الشباب في وقفتهم هذه امام مديرية الشباب ورياضة كربلاء وده يوصلون رسالة حول قضية الاستثمار وماذا تشوفون هاي طريقة النخاسة اللي ده تشوفوها اللي هي قضية انه يستثمرون بالشباب من اجل انه يستفادون بالاموال ويستفادون بالمشاريع وما شابه بعد ذلك واشرة تنتثر وتروح المشاريع الشبابية والرياضية وتظهر للعلن فقط المشاريع التجارية خطوة جديدة للاحتجاج عبر عنها شباب كربلاء على رسالتهم تصل للطبقة السياسية الجديدة فوزارة الشباب والرياضة هي ليست كرة قدم فقط بينما هناك شباب عازمون على النجاح دون استشعار مواهبهم بطريقة حضارية بعد ان عجزنا لمدة ثمانية سنوات من المناشدات ومن المخاطبات لوزارة الشباب والرياضة والمديرياتها المختلفة للاهتمام بملف الشباب يعني احنا نقول انتم وزارة كرة قدم فقط وانما انتم وزارة عدكم ملف الشباب الشباب اللي يعتبرون من اهم موارد هذا البلد يعني الشباب يعادلون النفط لانهم يمثلون مستقبل هذا البلد ولكن للاسف هناك اهمال كبير الاكثر من هذا ان انصدمنا سنة بعد سنة بدأت منشآتنا الشبابية والرياضية تنت استثمارات يعني تخيل منتدى اللي كنا نلعب بيه سلة وطائرة وكرة قدم صار مول بدأت من كربلاء وستكون في بغداد هكذا سيكون رد هؤلاء الشباب ما لم تسترجع الاستثمارات التي اعطيت من اراضي مخصصة لمنشآت رياضية ليكون الكرت الاصفر باياد كربلائية فيما لو لم يتم حل هذه المشاكل خلال هذه الدورة البرلمانية ستكون هناك خطوات تصعيدية من اجل وضع حل هذه المشاكل وستكون هذه الخطوات تصعيدية في وسط العاصمة وبغداد وامام وزارة الشباب والرياضة الشباب كربلاء وشباب العراق هم ليسوا للبيع هذه الرسالة لكل الطبقة السياسية سوق النخاسة للشباب لكل شاب عراقي فقد طموحاته واحلامه بسبب فساد المسؤولين هذا ما عبر عنه شباب كربلاء احتجاجا على هذا الفساد من كربلاء جاسم الهميم التغيير